الزمن الثامنة صباحا والمكان مركز الإنقاذ البحري في منطقة السلمية والاتجاه إلى جزيرة كبر ثاني أجمل الجزر الكويتية قادل الفضول مرافقة الحملات التطوعية إلى الجزيرة شباب حمل على عاتقه الاهتمام بالجزيرة وحماية بيئتها البرية والبحرية حملة هذه أنا مشارك فيها خوفا على بحر أول شيء ثاني شيء الواحد لازم يعني كثر ما يقدر يشيل يعني يحط له تشيس مثل كرامة تشيس وصخ يقط وصخه بشيس قبل ما يمشي ينظف من وراء ليشاف شيء يمر حاويات ما شاء الله ترسين المكان يقطهم هذا بحرنا ويستاهل بحرنا وشفنا في شغلات وايد يعني أكثر مرة وإحنا نقوص نشوف المخلفات الكثيرة وعاد فكرنا قلنا لازم أن نساعد نساعد نساهم أو نساهم في تنظيف هذه الشواطئ سواعد شبابية رسمت لوحة تضاف إلى جمال كبر نحن بدأنا بكبر وإن شاء الله ننتبقى والله نقول أن يعطيهم العافية للشباب وأكثر من جهة سواء سكوبا ولا فريدايف ولا حتى المشاتل اللي شاركوا بالحملة هذه وإن شاء الله نصير سنوية يعني كل سنة إن شاء الله راح نقوم بهذه الحملة إن شاء الله تمتاز جزيرة كبر بمناخها المعتدل ذات المياه الهادئة والرمان الناعبة وتكثر فيها الشعب المرجانية وتتعدد فيها الأحياء النباتية وأنواع الطيور ورغم ذلك فهي منسية تنتظر من يستذكرها أحمد المسعودي لتلفزيو المجلس ترجمة نانسي قنقر